على نحو غير معهود شهدت اسعار المانجو خلال الموسم الحالي ارتفاعا كبيرا في الاسواق المحلية على رغم تنوع اصناف ثمار المانجو ذات الجودة العالية التي تدفقت الى الاسواق المحلية من مزارع اتهامة التي تشتهر بزراعة العديد من الفواكه والخضروات في مدينة تعز التي ما زالت ترزح تحت وطأة حصار خانق يشكو المواطنون من الارتفاع غير المسبوق للمانجو خلال هذا الموسم تسبب بعزوف الكثير من المواطنين عن الشراء حيث وصل سعر الكيلو المانجو صنف التيمور الى 1500 ريال يمني وهو الاعلى سعرا في حين يتراوح اسعار الاصناف الاخرى ما بين 500 ريال الى 800 ريال انا دخل سعز اشياء اخذ منقه الكيلو حقا ب1500 شفت بعيني ما زالت اخذه والمواصلات عندنا ما بالمواصلات ليس الحصار وحده من حرم المواطنين من الاقبال على فاكهة المنجو فبالاضافة الى تعدد نقاط الجبايات والضرائب على امتداد الطريق الممتدة من مكان الزراعة والانتاج وحتى الوصول الى اسواق المدن والمحافظات ساهم ايضا ارتفاع اسعار الوقود والمشتقات النفطية في ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية حيث ان وسائل النقل والمواصلات وآليات الزراعة والانتاج تحتاج الى كميات من الديزل والوقود بسبب الضرائب في الطريق والمواصلات والنقاط يشلوا علينا الضرائب في كل نقطة في كل نقطة 500 يعني حق الحواذة وحق المقاومة طبعا ومن المفارقة الغريبة ان اسعار المانجو لا سيما صنف التيمور يتم تصديره الى دول الجوار بسعر اقل مما هو عليه في الاسواق المحلية بعد ان عمد بعض المزارعين الى تصدير كميات كبيرة الى الخارج خوفا من الكسادي وتكدسه في الاسواق المحلية كما حصل في المواسم السابقة اشتركوا في القناة